دلوقتي جمعتكم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم فقام ونجوم فقام تي في نجوم فقام على كيفك أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجنا حروف الجر على نجوم فقام هو النهاردة اخر حلقة في الاسبوع عشان احنا من الحد الاربع بس من الساعة عشر حد الساعة اتناشر بعد الفطار او بالليل ما قدرش اقول اتناشر مسائل لانها متى منفعش المسائل هي صباحا على المفروض بس مش دي المسألة زي ما انتو عارفين برنامج حروف الجر احنا بنتعامل مع ضيوفنا في اطار حروف الجر من الى على باق الى اخره وبيبقى السؤال دايما كده الضيف بتاعنا النهاردة بخلاف تميزه الفني وحسه الفكاهي الحلو قوي والمتميز جدا الا انه ايضا حسة راقية بتاعد عن الاسفاف والابتزال ضفنا هو الكاتب والسيناريسة تامر حبيب لانا بعتز بصداقته الشخصية ازايك عامل ايه ازايك انت كل فانت طيب وانت طيب رمضان كريم الله اكرب ايه الاخبار الحمد لله انت دايما مبتهجة تامر حتى في ظل احلك الظروف يعني ما حاول 墨 لازم لازم ما فكرتش تشتغل في الكتابة الساخرة ااااااااا يعني لو وكده هيبقى في كتابة سيناريو ساخر ما فكرتش تكتب مقالات ساخرة من وقت ال التالية تعليق على كل حاجة حوالينا يعني هيتضربو لان لو طلعت لجوايك متانية يعني انت في الاخر هتستفز من زوملة فهتكتب حاجة ما ينفعش وانت زميل ليهم بتشتغل في نفس المهنة زوقيا ما ينفعش أو يعني مهنيا ما ينفعش طيب أبدأ الأسئلة هنبدأ بأول حرف جر إلى إلى أي مدى تعتقد أنك سيناريست عن المرأة أو للمرأة إلى مدى كبير جدا جدا وببسط لما بأوصف بكده بس هو الحقيقة أنه أنا مش عن المرأة قوي يعني مش مصرف أمين ولا أصلي يعني إحسان عبدالقدوس للدرجة بس هو السبب في ده شوية أن أنا جيت في وقت ما حدش بالتكلم عن المرأة خالص يعني الزملاء كلهم خلاص الوقت اللي أنا بتيت أشتغل فيه كان الشغلة أكتر على أفلان كوميدي بطولة النجم الأوحد ومع بانوتة كده كده كانت حنانة توركة حتى مسميها وردة فعيلة وتجاكتة جنبه كده يرمي عليها إفهين يقول لها كلمتين حبه بتاعه لكن هي ما عندهاش كيان محرك للأحداث أنا بقى من السينما اللي أنا حبيتها أساسا وحبيتها اشتغل في السينما بسبب الأفلام اللي أنا شفتها أنا كنت بتفرج على فيلم بيتكلم عن الرجل والست والست ليها كيان جدا وفي ممثلة اسمها سعاد حسني بتشيل فيلم ممثلة اسمها فاتن حمامة بتشيل فيلم ممثلة اسمها نادية جندي اسمها نجمة الجماهية وممثلة اسمها نبيل عبيد نجمة مصر فالست ليها كيان وليها دوره ومحرك للأحداث وكده وفي الآخر أنا السليمة اللي بحبها هتكلم عن مجتمع في مجتمع يعني رجل وستة دي لها تأثير كبير فده السبب يعني حسن عبدالقدوس من أكتر الناس اللي كتبت للمرأة نزار قباني من أكتر الناس اللي كتبت للمرأة وحاولت أنصفها حتى في كتاباته ممكن حتى محمود درويش كتب بس هو كتير كان يهاجم المرأة يا عنده كده كانت تصايد سقيق بس أعتقدها من أحلى التصايد إلى أي مدى برضو تحط أو بالأصح تحب أو تكره التصنيفات كاتب المرأة شاعر المرأة إلى أقصى مدى ما أكره يعني أكره القولبة أن أنت تتحط أن أنت بتاعدها لا ما نعايز ألعى في كل حت فإلى أقصى مدى أكره إلى أقصى مدى بعدما فاصل ونكمل الكلام لسه مستمرين في حرف الجر إلى في برنامجنا حروف الجر مع السيناريست والكاتب الرائع عايز ألكم فيضان الموهبة اللي احنا بروس هنتكلم على مسألة الكتابة الغنائية وما إلى ذلك تامر حبيب لو سمحتوا استنونا حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجومة في أم ونجومة في أم تي في طيب خلوني أجدد ترحيب مرة تانية بالرجل الغني عن التعريف بالقطع تامر حبيب الكاتب والسيناريست أو فيضان من الموهبة ده بجد والله غزيم مش مجاملة ده حقيقي ولا أصدق أدعي أننا يعني قريب قوي من تامر يعني خالص بسنة من ناسنا تتابع كويس ولما بقابلوا في المرات المتنثرة البعيدة عن بعضها البعض باللغة العربية تكتشف دايما مش بس خلقه وأخلاقه ولطفه لكن تكتشف أنه عنده جوانب كتير ما بتظهرش كفاية للأسف الشديد فهرجع على مسألة دي حقيقة دي حقيقة خالص خالص ورش السيناريو ظهرت من فترة وفي ناس تحبها وفي ناس ما تحبها إيش إلى أي مدى تامر حبيب مقتنع بورش السيناريو وإلى أي مدى بينفذ مسألة ورش السيناريو إلى مدى كبير مقتنع بيها لما اشتغلتها يعني أنا كنت من الناس اللي مش مقتنعين بيها وما كنتش عارف بتتعامل إزاي قبل ما اشتغل أنا نفسي في ورش أو إن أنا أعمل ورش وبعدين لما أنا عملت الورشة اكتشفت إنه لأ حصلت حاجة إيجابية جداً جداً من أول عملت الورشة بالطريقة اللي أنا عملت بيها ورشتي لأنه ما هو يعني عشان كده أنا ضد فكرة فيه ناس بتحبها وناس بتكرهها ما هي مش بامية يعني أظن هي كل شيخ وليه طريقة أو الشكل السليم للورشة لما بيتعمل بشكل مدروس وفني وصحي بيطلع منه عمل كويس لكن لما أشكال بيدعوا إنها أشكال دي ورشة وتلاقي مثلاً سمك لابا انت مرهندي وما فيش مثلاً حد هيد رايتر هو القادل ينصق كل الحاجات فيبقى الروح مش واحدة في العمل الواحد بناء على إن كذا حد كتبين أكيد ده مش شكل نجح بس أنا لما أشتغلت وفكرت الشكل الأمثل للورشة اللي أنا هعرف أشتغل جواه وإيه بتاخده بشكل عام وجهة النظر أو بتقرأ وبتاخد فكرة من الكتب وأشكال الورش اللي اتعملت بشكل محترف برا مصر يعني وبعدين إنت بتقرر بتعمل إنت توليفتك بقى بتعمل ورشتك اللي هي ليقة مع روحك وروح إن إنت تشتغل معاهم وحاجات كده فلما أنا عملت ورشتي بالشكل اللي أنا لقيته لطيف وظريف وكان صحي اتسبب في إن خرج للنور تلت مسلسلات الحمد لله رب العالمين الناس نجحوا جماهرياً وفنياً اللي هما كانوا يعني دول نتاج ورش طريقي وجراندوتال ولطفق الشمس فالحمد لله بما إن رأي فيهم كان إيجابي وأنا حقيقة كنت مستمتع جداً بالشغل فيهم وفخور إن أنا اسمي محسوط على المسلسلات دي وفخور زميلي اللي كانوا معايا في الورشة فده معناه إن دي حاجة إيجابية وصحية ولما يخرج من الورشة دي قتاب جداد وإحنا بنقول إن مشكلة دايماً خلاص بقى كليشية وكلمة بتتقلم مشكلة في الورق أصل مافيش ورق أصل بتاع فيطلع من الورشة دي بنتين جداد يشتغلوا هم يعملوا عملين نجحين جداً 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 فدي حاجة إيجابية تانية فعشان كده بقولك إلى أقصى مدى أنا مبسوط بموضوع الورشة إلى أي مدى تلتفت للمقارنات خصوصاً بما إن إحنا جبنا سيرة لا تطفق الشمس فيلم السينما لا تطفق الشمس ثم تامر حبيب عمل لا تطفق الشمس طبعاً ده بخلاف الرواية اللي مكتوبه أصل أسود إحسان إلى أي مدى تلتفت للمقارنة؟ بقرة كل الحاجات وفي حاجات بتستفزيني لإن مخي رفضها وأنا أسف إن شوية يعني بشوف إن العمل المقارنة دي يعني أنا من الأول خالص آيلي يا جماعة أرجوكو ما تقرنوش بالفيلم إحنا بناء مامل الرواية يعني حتى كل أدباء الكون اللي كتبوا الروايات وتعمل لهم سيناريات دايماً كانوا بيقولوا ما تقرنوش رواياتنا بالأفلام وكذلك السيناريستان بس يعني في الآخر أنا بنقل الرواية ما بنقلش الفيلم فلما يطلع حد يدي مقارنات مش حاطت في ماغو غير الفيلم ومش قاري الرواية ويقول إن أنا انت جبت منين بقى فازلكت اللي هي موجودة في الرواية فالمشكلة عنده فاهمي؟ ولما يقول لك بقى شكري سرحان فأنت بتعمل مقارنات بين ممثل ومثل أرجوك ما تعملش مقارنات بالفيلم وتلما تتكلم عن موصفات الشخصية اللي في الرواية هل هي مناسبة ولا لأ إن داي بقى محمد ممدوحة أو إن داي بقى أحمد مالك أو 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 فالمقارنات اللي هي اللي مدروسة شوية اللي متفكر فيها بحبها جداً ولو حد حتى مختلف هحترم اختلافه لكن حد أنا آسف أقول عن جهل بيعمل مقارنة وأنا المفروضة وبيشتمني وأنا أقعد كده لا أنا حدثك بس طب تعمل شغلك الأول كده وتعالى ننزل الملعب إلى أي مدى تلتفت للشتيمة؟ مش هقولك للنقد الشتيمة لأنه دا حاجة دا حاجة بقى استفز جداً وبحاولها بلقى دبلوماسي وأعتبر أني ما سمعش حاجة عشان ما عملش إيمال للشتامني إن أنا أرد عليك على ذكر أحمد مالك إلى أي مدى تصنف موهبة أحمد مالك؟ من أكتر المواهب الشابة إن لم يكن أكتر ممثل شاب موجود في مصر النهاردة في جيله دا أخرج عن حياة دي يقولك أيها صح مش كده؟ مش كده؟ مية مية طيب أحنا فاصلوا لليسا مكملين نعرف نكمل؟ طب نعرف نكمل دا كويس جداً ساعات كتير تامر يظهر في مشاهد لمحات خاطفة في شغل وكده حاجة بتفكرني ساعات بألفد هاتشكوك لما كان يروح طلع في الفيلم هب في السريع على سبيل مثال واللي دايما ننسى اسمه وابني دايما يقعد يفكرني باسمه بس تالحقق دي لسا نسيه مارفل كان اسمه إيه لأساس مارفل مات الله رحمه رجل عظيم أحيانا كان يروح طالع برضه في الأفلام بتاعت مارفل كده بيشرب قهوة حاجة بيأكل صاندويتش ويختفي إلى أي مدى يحب تامر الظهور لمحة خاطفة داخل الفيلم؟ ولا مرة من اللي في شغلي أنا ظهرت فيها كانت مقصودة أو متخططت لها يعني يعني وبالعكس أنا يعني أنا لا ما بنفيش خالص إن أنا بحب التمثيل ومعرفش أنا بعرف أمسل قويس ولا لأ بس أنا بحب لعبة التمثيل وبتعامل معها لإنه لعبة ولما حد بيطلبني في شغل مش بتاعي بروح جدا لو الدور حلو بتاعي أنا حبي بروح ألعب بروح بس بتعمد طول الوقت وأنا بكتب شغلي إن ما تبصش لأي دور إن انت نفسك فيه يعني حاطتها كده لو ما كاتب لنفسه كده أنا مستعيبها يعني مش حبيبة بس اللي حصل إن أنا حصلت ثلاث مرات اشتغلت أدوار أنا كاتبها بناء على اعتذار الممثل اللي كانت رشح للدور وفيه حاجات يعني أنا عملت دور في طريقي كان مكتوب على أول عشر حلقات اسمي ممثل تاني خلاص بس عارفوا زي الأفلام كده بيعتذر الممثل ده في آخر وقت يدخل عليها المخرج إنت اللي هتغني يا ميناني بالضبط كده بيحصل الثلاث مرات حصل كده مرة مع غدا سليم في خاص جدا وفي طريقي حصلت نفس الحكاية وفي جراندو تاني طبيعت مصوراتي كده وبتاع برضو كانوا يعني الحقيقة دوروا بوسط المجامية ملقوش واحد شكله جريجة أكتر مني فجابوني كأني واحد من المجامية مش أكتر يعني بس مفيش ولا مريكة مقصودة أنا افتكرت تلوقتي مارفل اسكانيش مستعني طيب لكن حسين فاهمي على سبيل المثال اتخطف من الاخراج وبقى ممثل وخلاص وبطل يخرج خلاص السنين اللي احنا عارفنا فيها الفنان الكبير حسين فاهمي ممثلا مش مخردا هل من الوارد انه تمر حبيبي يتخطف من الكتابة يبقى ممثل لا 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 لقى بالمرة لانا بقول لك لسه حلقة انا معرفش لو بعرفها ممثل كويس ولا لا بس الحمد لله قدر اقول ان انا بكتب كويس فلا احب لقى يعني لسه فاضلي اربع دقاية سنة قاعد طول الوقت على ميقاتي المباراة اللي وراي حاجة ساية تمر البعض يصفك بانك تعمل اللي بتحبه بس والبعض بيقول لا هو كسول الى اي مدى تقبل انك انت كسول الحقيقة الاتنين الى اقصر مدى لاني ما بعرفش اعمل غير حاجة بحبها ده حقيقي ولو الحقيقا ممكن يبقى ده مش احترافي بس ما عرفش اشتغل مع حد ما بحبوش او يعني يعني ما بعرفش وحاجة تانية انا مش كسول انا لعبي يعني في اللعب انا مش كسول خالص بس انا بلعب اكتر ما بشتغل بكتير الى اي مدى انت مقتنع بانك صديق الكل الحمد لله يعني انا مبسوط يعني انا بقصد ده ان انا ان انا ليه يعني صديق اللي عرفهم اللي قريب منهم اللي مش عايزة صديقهم بقى نزل التنبى ما يخصونيش خالص في حياتي بس لما يبقى فيه حد مقرر انه يبقى في حياتي واكيد الناس بمراحم بس انه ليه ما تبقاش تبقى مسوط قوي في الدنيا لما تدخل المكان ما يبقاش فيه حد بيقول يا ساتر ايه اللي جاب خلقته ده يعني ده محتاج تبزل فيه مجهود وانا بحب انه يبقى حاصل فيه ساعات كده يقولوا صديق الكل لا صديقة لا مش حد مقرب بشكل حياتي لا عندي طبعا لا عندي عندي يعني شوية شخص مقربين جدا بس بقولك انا مش عايز ابقى عدل حد لكن فيه عندي طبعا الناس القريبة ولسه بقولك هو بدرجات يعني العلاقات درجات ام الى اي مدى تعتقد انك ليك عدوه يكرهك ام والله بص الحمد لله مشوفت حد بيكرهني يعني يعني عدوه بيكرهني او يقف ضدك او مش عايزك يقف ان انت مثلا تحقق حاجة مشوفتوش ولو موجود يا رب مشوفه متعرفوش حد لا يا رب معرفه قبل لسه ما تخبطتش فيه الحد لا الحمد لله نشكر ربنا ام فيه ناس تقول انه كانت مخاطرة انه شيرين شرين عبدالوهاب تبقا هي نجمة المسلسل طريقي لان شيرين صوت رائع جميل بس تجربة التمثيل مناقدرش نحكم عليها قوي الى اي مدى تعتقد انك انت خطرت والى اي مدى تعتقد ان التجربة نجحة او غير نهحة ام اعتبر ان انا خطرت الى مدى كبير لأن شرين نفسها كانت رفضة تمثل تاني يعني هي نفسها كانت عندها تجربة واحدة تمثلية ومش حابة تكرارها تاني بس أنا حياتي ماتش أمار يعني المخاطرة دي بالنسبة لي دي حاجة جذابة وما بحبش الاختيار اللي هو إيه حاطت أنا ما بحبش أي حاجة برطة كده قدامك ما تبزل مجهود كده وتلعب يعني بالزبط كده وبالذات إنه بجد الشخصية كانت شابه شرين جدا الشخصية الدرامية هي شابه شرين جدا جدا ولو مش شرين هيبقى صعب يبقى أي حد تاني وبالذات إن أنا كنت عارف وأنا بشتغل إن المسلسل مش دليلة بس مش الشخصية اللي بتلعبها الشرين بس لأ في شخصيات تانية كتير قوي كلهم ليهم ثقل وليهم دور وليهم تأثير في الدراما بتعمل المسلسل أشبه بإنه مسلسل جماعي يعني مش هي شايلة مش رقفة الهجان فاهمني فكان كل الحاجات دي مع بعضها وكنت مرتاح قوي إن معايا مخرج بجد هو مخرج بيعرف يتعامل مع ممثل لأنه دول قليلين هو بيحب الممثل وأكتن كوتش زي ما بيقوله شاطر قوي محمد شاكر خضر فكل الحاجات دي كانت مطمنة من ناحية والريزك فيه حاجة جذابة وماليه الناس بتحب الأمار يعني فاهمني تبقى إلى أي مدى تتدخل في اختيار الممثلين بتوع شغلك بتوع ورقك مش إلى مدى كبير بتناقش أنا والمخرج والرأي إنه نهائي للمخرج أنا مؤمن بذلك جدا وما ظنش إن عمرنا اختلفنا أنا ومخرج في كل الشغل اللي أنا عملته لأنه في الآخر إحنا لتنين مصلحتنا واحدة وبنتفكر لأنه في الآخر أنا ما يعني ما عنديش بنتخلتي عايزة راح تمثل ولا ابن عميتي هو اللي لايق على الدور ده في الآخر أنا بفكر مين الممثل الأفضل والمخرج كمان بيفكر مين الممثل الأخضر فبناء على ذلك إحنا لتنين عمرنا مختلفنا أسمع إنه الناس وإنها بتكتب بتبقى متخيلة ممثلين مع يعني وده يبقى سؤالي لأي مدى أنت بتتخيل ممثلين بحد ذاتهم في الدور اللي أنت بتكتبه دلوقتي بتحصل أحيانا في حاجات وأحيانا لا خالص يعني مثلا في صهر الليالي أنا مكنت شايف حد غير حنان توركي اللي عبدور حنان تورك كنت شايفها من أول لحظة مكنت شايف السبعة التنين خالص بس في الدور ده أنا عايز حنان في الدور ده من الأول أنا عايز دي حنان في طريقي في محمد ممدوح وسوسن بدر ومحمد عادل كنت شايفه من هما دول عيل الدليلة دي دي أمها ودول إخوتها من الأول كده خالص كلمنا فيه أنا ومحمد شاكر يعني وفيه سعابة بقى عارف مين الممثل يعني ساعات أنا عارف أنه أنا بكت المسلسل يسر فأنا عارف أنه دي يسر عارف أنه يعني بما أن السقه هو صاحب فكرة تيمورو شفيقه فأنا عارف ومن الأول خالص قلنا هو ومونا فكنت عارف أنه ده هو وده من دي مونا فيعني حسب بس أنا بفضل أنه ما بقاش شايف الشخصية ولو هي نطق جاتلك كده فبتحاول بقدر الإمكان لأ نجيب ده لأن أكيد ده لي أمارة يعني طيب قبل ما أطلع الفاصل إلى أي مدى تقيم الخمس سنين أو الست سنين الأخار لحنان تورك لأن إحنا كنا قريبين من بعض وأصحاب قوي كمان كانت يمكن مرحلة لخبطة كبيرة قوي في حياتنا يعني هي كانت كان عندها مط شبينج بونج شغال جوه جدا وكان بيأثر عليها أحيانا إيجابا إن الحيرة دي والألم نفسي معين أحيانا بيطلع حاجة كويسة من الممثل وأحيانا المخها بيبقى في حتة تانية خالص بتحس إن هي لأ لو كتفت كيسد فتاكت هتعميله أحسن الخسائر أكتر أو المكاسد؟ في آخر خمس سنين أو دلوقتي أنا شايف إن إحنا عندنا خسارة كبيرة إن ما فيش حنان تورك خلاص دي بالنسبة لي خسارة كبيرة إنها من الممثلات بجد اللي مهمين في جيلهم واللي كانوا هيبقوا أهم لو كانت كملت يعني بس لإن أنا صاحبها وبتاعها وبشكل شخصي لو هو ده الوضع اللي مريح أكتر فخلاص يعني ربنا يسعدها فهم؟ بس شايف إنها في الفترة الأخيرة عملت كام حاجة مهم وكام حاجة كان ينفع يبقى أهم أنا بقى مركز حتى اللي كان ينفع يبقى أهم لأ متفق معك جدا فإنه هننتقل ممكن تبقى أقوى حد موجود على كل إن نطلع فصل ونرجع بعض الفصل نكمل في حروف الجر هل هنكمل في إيه لا ولا ننتقل فيه على حسب خلونا نشوف بعض الفصل لسا معاكم في برنامجنا حروف الجر ولازلت أجدد ساعتي وبالقطع ترحيبي بضفنا العزيز الكاتب السيناريس تامر حبيب وهنكمل في حروف الجر ولكن إحنا ممكن لسا نكمل في حرف الجر إيه لا كان فيه مرة تكلمت على مسألة عدم دخولك لمعهد السينما قلت الوسطى كانت السبب لدرجة أننا فكرت في الانتحار إلى أي مدى تعتبر أنه دي كانت حالة ضعف شديد من تامر حبيب إلى برضو أجاني إلى أقصى مدى طبعا كنت في منتهى ضعفي بس عارف لو أنت خلصت ضعف كله عشان تسحى الصبح تبتدي القوة من جديد فهو ده بالضبط اللي كان حاصل وأنا دي من المحطات اللي بحباه في حياتي لأنني كان فيها كان فيها لعبة قدرية وكان فيها تاني بقولها كان معتبر أن أنا عندي مطشوات أمار مهمة في حياتي فده كان أكبر مطشو أمار في الدنيا لأن أنا لما وصلت بي درجة الانهيار لأن أنا استسلمت المدت يعني أنا كنت عايزة تقول معت سنة فورا بعد سنوية عامة ما دخلتش عشان ما كانش فيه وسطة فاستسلمت أنني دخلت كله التجارة عشان فيها خمس سنين عشان سقط سنة عشان ما بحبهاش واشتغلت يعني عالثمان سنين عمرك كله تعييس بتعمل حاجة ما بتحبهاش واللي أنت حبيبها مش طغيلها فده شيء مرفوض في الحياة يعني ما قادرش تعييش كده يعني ما نفعش ودي حاجة مصرية ده عمرك ده أنت مش مثلا عروسة مشي تديجي عروسة تانية مش عارف ما كنت مسافر الكويت لأها روح السعودية لا ده حياتك فاختلفت وتقلبت 180 درجة أنا عمري ما هنسى المشوار اللي أنا رايح فيه شغلي كانت لحظة بجد بتاعتي أنا وربنا كانت مني لي كده وأنا متأكد إن باب السماء كان مفتوح وكنت بكلمه صاحبي يعني يعني قلتني بص بقى فعلا كده وبصوت يعني كنت سائل عربية الواحدي ورايح شغلي قلتني بص بقى ما هو يتجيب لي اللي بحبه يتحببني في اللي بعمله بس دي آخر محطة أنا هسلم لك نفسي فعمل فعل اللي أنت عايزه خلاص ورحت وصلت شغلي كانش في مبايلات قام لأيامها كلمت واحد صاحبي قلتني روح معادي السينما اسأل آخر معادي للتقديم إمتى وآخر سن قانوني مع واحد معادي مؤهل قد إيه وعايزين إيه الجماعة دول يعني عشان لو واحد عايز يدخل معادي كنت صاحب آخر كل حاجة آخر سن آخر ظرف سحاب البتاع آخر يوم للتقديم آخر آخر اسم في الكشف كان كل يوم بيتحط كشف كده فيه أسامي اللي ييجو بكرة الكشف لغاية الكشف النهائي كنت أول قسم أول اسم مكتوب في قسم السيناني فهي سيمة كده كانت لحظة سينمائية جدا وهو أكمل الإجابة بقى كده بعد كده من أول ما دخلت المعهد ابتدى يتشاور علي أن الرجل ده مش بطل أبدا أول ما دخلت المعهد اشتغلت في السينما ومثلت في فيلم إشار بندق مع مخرج كبير اسمه خايري بشارة مشروع تخروجي كان هاي يعني خلاص اللي هو قال لي لا لا تعالي تعالي خليك تعمل اللي بتحبه ومتفاية الحمد لله فيه بقى أبسان داونز بس إيه جوه الإطار اللي أنت قادر تعيش جوه من غير التحارب طيب إذن عملت اللي بتحبه في النهاية وهنا أقدر أنتقل إلى حرف الجر فيه في أي محطة تعتقد أنك وصلت في مشوارك أو في حلمك بص مش عايز أحس أن أنا وصلت في ولا محطة لغاية ما موت لأن لازم دايماً أبقى باصس للدور اللي فوق يعني لو مش عايزة طول السمن عايزة طول السمن فلا أفضل مش طايلها مش طايلها علشان متعتك ما تقلش يعني يعني لو أنت خلاص بقيت رئيس مجلس إدارة الحاجات كلها طب أنا أنا عادي أعمليه بعد كده يعني عارف حتى ممكن تلاقيني حتى دايماً بكتبها في حواري كده أحلى يوم في حياتي لسه ما عاشتوهش أنا لو عاشتوه بقى موت ما عقد كده مفيش حاجة حلوة أحلى منها جاية بايخة فعلشان كده لأ عايزة أفضل حس أني موصلتش وعندي طموح من حاجة أحلى طيب ننتقل وإحنا لسه في حرفي فيه لسؤال آخر متعلق دايماً بالجونة اللي أنا عارف أنك بتحبها حب هستيري في رأيك بتشوف الانتقادات اللي بتوجهها لمهرجان الجونة وللجونة ولوجود تامر حبيب في الجونة يعني تحس أنه تامر هو عمدة الجونة فالحالة دي كلها على بعضها تركيبة كده والله يبص يعني اللي متغلط مننا يجي يعمل زينا يعني في الآخر أنا رأيي الشخصي أنه ما فاش تبقى أنت إنسان سوي وكده وشايف ناس حاسة بمتعة وطاقة إيجابية حقيقية وتنتقدوا إلا إنك مش طايلة يعني لغرض في نفس يا عقوب لكن إنت من نفسك كده إيه جماعة المبسوطين دلدل إزبالة دي بايه السخيات إيه كل البها جاي بالضبط كده إيه كل البها جاي وفي الآخر على فكرة مهرجان الجونة مش مش حفلات وبرتيهات ورأس وجونة بس مهرجان الجونة فترة مهرجان الجونة على مدى السنتين اللي فاتت التعاشر تيام دول هم أكتر عشر تيام بشوف فيهم أفلام كل أنحاء العالم في السنتين اللي فاتوا وبصحة من الساعة تمانية الصبح زي الطلبة واخد شنطتي على كتفي وأخرج من فيلم ألح أكل صانبيتش بسرعة عشان فيلم اللي بعده والليلو لنا يعني يعني في الآخر لما نيجي بالليل آه بنصهر وآه عمر دياب بيغني وآه بنطلع على المسرح بنرقص وآه بنبسط يعني ومش أيب أن يقدم في الجونة عايز ببسط ومش عايز ببسط لازم يبقى عيان يبقى مكتقب في رأيك إنه حالة البهجة دي طغت على المهرجان يعني أصبحت البهجة بتاعت الجونة طاغية على المهرجان في حد ذاته بص هو لإن اللي بيصدر أكتر البهجة لإنه الجذاب جمهيريا أكتر يعني إيه الجذاب فإن أنت شايف الممثل الفلاني أو السيناريست أو المخرج الفلاني دخلين فيلم نرويجي يعني أنت كواحد قاعد بتتفرج بتدقى على موقع أو على فجنان إلا لا أكيد الجذاب أكتر ويجيب كلام أكتر لو قفين بيروسوا على مصرح أكيد أو بيغنوا أو مجموعين كلهم مع بعضه في عشوة أو كده فهو الجاذبية جاية من إن اللي بيشد الناس أكتر الحاجات المسلية دي لكن ندوة مثلا عن الإنتاج المشترك مين يهمه في القاعدة العامة من الجمهور غير ناس قليلا قوي هيبسطوا لي وهيلقوه ودول بيجولوا على فكرة يعني فيه ناس كتير جدا بتلاقيهم في المهرجان هناك من اللغويين سينما وبيحبوها وبيعملوا كمهات وبيعملوا شتراكات وبيحضروا البانيلز والندوات وبتاع علشان يستفيدوا من ده لأنه موجود فيه شخص ما انتقد لو صح التعبير الحالة الجنوية ووصف بأنه ده أصله مجتمع كذا والناس اللي هناك دي كذا شخص مشهور في رأيك يصح الالتفات إلى كلامه ولا يتم إلقاء هذا الكلام في سلة المهملات؟ اطلاقا مطلقا بالمرة يعني ولا عايز اعتقل بالنفسي ما سمعتموش اللي هو يدخل منه ويخرج منه هو حر ورأيه والله يسعده بس إيه وقع تبقى نفسكسيجي وتبقى فوس المجتمع الوحش لأنه في الآخر أنا بقولك هو الموضوع ليه علاقة يمكن ده عشان ما تعزمتش الله أعلم فهم؟ فماشي كل واحد حر بكرا يشتري بيت هناك يعني اخر منجهة طيب أخيرا في حرف الجر فيه في أي قالب تضع تجربة السوبكي سوبكيين انتاجيا الحالة السينمائية بتاعت السوبكي بص أنا الحقيقة أنه أنا دايما وده موجود على مستوى العالم كله ولما كان عندنا حالة صحية لإنتاج سينمائي في مصر كان فيه لما كنا بنعمل تمانين ومئة فيلم في السنة فيه جميع عماط المنتجين وجميع أنواع الأفلام بتتعمل فبشكل عام فيه جانب إيجابي جدا في وقت السيني ما مرت فيه بأزمة كبيرة قوي بدءا من سنة 2011 يمكن لغاية النهاردة المنتجين الوحيدين اللي كانوا بيشتغلوا وبيعملوا أفلام بفلوسهم كانوا هما السوبكيين فتحوا بيوت ومشوا الصناعة بالزبط لما تعود تدخل فيلم في السنة ما بتلاقيه هو المنتج لأن المنتجين اللي هما أباطرة الحاجات ما قاعدين في البيت ما عملوش حتى ماوقفوش جنبها في أزمة في السينما يعني فالحقيقي إنه دي حاجة كتحصلة وقتها الناس دي بتعمل نوعية أفلام أو نوعيات مختلفة في نوع ممكن يبقى فنيا انت رفضوا أو ممكن يبقى شبه أفلام المأولاد بتاعت زمانه بس على صحيح الآخر بيعملوا أنواع ثانية من الأفلام أنا شخصيا اتعملي فيلم من الأفلام اللي بحبها وباحترمها والجمهور قصدي بيحبها وبيحترمها وبيستمتع بيها جدا وفنيا كمان اتقدر شكل كويس قوي اسم واحد صحيح ده كان إنتاج أحمد السوكي فما تقدرش تاخد برضو ايه كده بالشوال يعني همش لط يعني وفي الآخر الناس دي كان بتشتغل وبعدين مين قال ان الناس دي لو كانت ملاقيتش إقبال رهيب جماهيري كانوا يفضلوا يقدموا المنتج اللي مرفوض فنيا أو اللي الناس بتبصروا من فوق وفي الآخر الزبون برضو يعني لو قرفان قوي كده بتدخل في جيب الملايين الكثيرة دي قوي ازاي في الفيلم يعني لو اعتبروها جريمة فهم مشورة كافية هم قدموا كل الأنواع يعني في النهاية بالزبط طيب يمكن قبل ما هروح للفاصل يعني عارف انه فيه بروجيكت او فيه شغل ما بيتم ان شاء الله مع أحمد السوبكي ففيه لغط ودوشة حصلة خلال اليومين اللي فاتوا ومهمة بس عندي ان انا الطامن ان الرجل ده انا بحبه يعني انا بحب أحمد السوبكي مع حفظ اللقب ومحمد السوبكي بحب كريم حتى لو انا مختلف في أمور لك انا بحب التالي لا انا 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 يعني فاميلي بالنسبة لي كده العيلة دي كلها انا دايما اقول حتى العم أحمد انا انت خالي يعني اعرف اللي هو الخلك الشعبي الجهجهوني كده عندنا علاقة عاطفية وصداقة خاصة لطيفة جدا جدا يعني بقى الاخبار اللي فاتوا يعني انا مش عارف قوي ما عنديش حاجة اقولها بالزبط لان انا بقرأ الاخبار زي ما بتنزلي على بتجيلي على التليفون كل شوية يا رب يكون الدنيا يعني وضعها كويس لان انا اللي انا قري ان فيه حاجة ليه علاقة بشيك بدون رصيد ومش عارف التعاملات مادية والحقيقة ان انا شخصيا لاني تعاملت مع الراجل دا لسه بقولك وعملت فيلم وبتعامل التعامل المادي التاني وفيه بيني وبينه اتفاق على فيلم تالتش عمري ما كان عندي مشكلة في التعامل المادي بيني وبين هذا الرجل ولا عمري ما خدت شيك لقيته ملوش رصيد ولا عمري لما بطلب فلوس بيقولي تعال اخدها في الوقت الفلاني التعامل المادي بيني وبين احمد السبتي من السنة اللي اشتغلنا فيها وفي النص كان فيه افلام كنا هنعملها وقتلت فقظي ان احنا تعامل المادي ما توقفش من ايام واحد صحيحين الغاية النهاردة عمري ما فكان فيه ازمة في التعامل المادي بيني وبينها ربنا يا رب يفك ازمته يا رب يا رب على كلنا هنروح للفاصل ونرجع لحرف الجر من مع تامر حبيب استنونا لو سمحتو حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجومة في ام ونجومة في ام تي في في مناقشة كده الحصلة كده على فيلم جوهيمين رابسودي بس هنقشها بعدين لو لسه عندنا وقت بس خلوني انتقل الى حرف الجر من في حلقتنا حروف الجر مع الكاتب الكبير سيناريست التامر حبيب هيبقى حرف من لكن هيبقى اكمل الجملة من هؤلاء هتقول لي اسامي اكثر من وقف بجانبي استاذ داود عبدالسيد يعيني يا بغدك واستاذ وحيد حامد هايل استاذ داود لو لا استاذ داود عبدالسيد يمكن ما كانش هيبقى فيه صهر الايلي اللي هو الفيلم الاول لي والزميلي والصديقي هاني خليفة لانه انا كتبت الفيلم دا في فترة مبدئيا هو سبب ان انا كتبته يعني لانه انا كنت مو احبط كان عندي مشروعين قبلها وخلاص داخلين نصور وبيتوقفوا الاثنين لاسباب انتاجية ويتوقفوا الى الابد وانا خارج من المعنى الكبير بقى انا لسه كنت بحكيلك يعني يا رجل عند تلاتين سنة كده بيبتدي حياته يعني فابتديت احبط كده وبعدين ايه هو استاذ داود حصل ان انا عرفته ويعني شرفت بانه اعتبرني صديق بشكل ماه فكنت بروح واعوب معاه وراجل دا القعاب معاه متعة من تلازينة يعني يعني يمكن دايما احنا محضرناش فكرة الصالون الادهي او ان انت الراجل دا صالون هو الوحده صالون فكان الكلام بيجيب بعضه فبقول له انا محبب بقى استاذ داود وفيلمين خلاص هيتعمله ومايتعملهش وبتاع فانا بقى ايه شكلها بقى مش جاية قال لي انت عارف اول فيلم اللي هي استاذ عليك دا هو صنادي ورقم كامل اللي انا كذبه في حياتي فقلت له كامل قال لي عشرة في قبله تسعة في الدرج مخربوش للنور فحسيت ان انا دبانة فهم لما داود عبدالسيد اللي هو لما بسمع له جملة حوار بتثبت يبقى قاعد يعمل المحاولة في عشرة سيناريوهات او تسعة والعشرة لفق وانا جاي اقول له اتنين وانا يعني لما اخذة مصحش يعني فقال لي بص من نعم ربنا ان مهنة الكتابة انت بتستمتع بيها اثناء ممارستها مش لما بتشوف نتجتها بس يعني انت بتعمل حاجة بتحبها كنت قاعد بتكتبيه وحدك طب ما تستمتع بشكل شخصي لان دي عضلة لازم تفضل تمرنها عشان يجي معايد المطش تبقى جاهز وتنزل تلعب المطش فهو وده بناء عليه ابتديت اكتب فيلمي اللي اسمه صهر اللي وقتها ما كنت شدت له اسم فابتديت اكتب الفيلم بحرية تم لمتعتي الشخصية وانا حاسس انه مش هتعمل كنت لسه بقولك برضو كان وقتها الكوميدي هو السائد وكانت البطولة الفردية هي السايدة وكان فيه مصصلح السينما النظيفة وده سينما مش نظيفة وبطولة جماعية ومش كوميدي فا احب اكتبه لمتعتي الشخصية فعلا عشان امرن العضلة وعشان استمتع بالحاجة اللي انا بحبها لما خلصت الفيلم جريت عليه اول واحد كنت عايزه يقرى الفيلم فا لما ارى الفيلم هو اللي اسر انه لا انت مش مجرد انك كتبت الفيلم الفيلم ده هيخرج للنور وهو اللي ساعة كان وقتها هو بيسعى في الشركة العربية انه بيعمل فيلمه مواطن ومخبر وحرامي وساعة انه هو ودى الفيلم للشركة هناك لأستاذ حسين القلة والمدام إسعاد يونس وهو الأول فيلم هو السبب انه لأ انتوا هتعملوا فيلمكم يعني وانا من الأول خلاص كنت عايز هاني وهاني كان حابب الفيلم جدا فخلاص يعني هو مسؤول فضل فعلا شايل على عاتقه انه هيعمل الفيلم ده وفعلا هو كان ورد فطبعا ديوقفوا عمري ما انساها ابدا من اي منطلق تتعامل مع مصطلح السينما النظيفة في الرأيي يعني انا يعني مفيش مصطلح اسم سينما نظيفة بس لو قلت على حاجة سينما نظيفة يعني الفيلم الحلو يعني الفيلم اللي بيحترمني كجمهور انما السينما نظيفة على اعتبار ان ما فيهوش قبلة مين قال ان القبلة مش نظيفة يعني انا عايز افهم يعني مين قال ان احنا كلنا متعلمناش البوس من افلام حلوة بطولة فنانين هما رموز السينما النهاردة واهم من اهم سفرة والناس نسيا السفرة ونسيا الوزراء ونسيا اللي بتوع دول بس عمرهم هينسوا النجوم دول بتعلمنا المشاعر الحلوة والحب الحلوة والعلاقات الحلوة وان احنا نفهم ونحلل ويبقى عندنا خبرة في حياتنا من اللي بنقرار ونتفرج عليه فكان مصطلح سخيف جدا المقصود بيه وقتها وطول الوقت كنت رفضه من فين طلع المصطلح؟ انا رأيي الشخصي انه طلع مع انتشار الافلام الكوميدية بس اللي موجودة فبالتالي اكيد اكيد انت كجمهور انا مش عايزة ادخل اتفرج على الكوميديان وهو بيعمل لفسي وهو بيعمل مش هتحب او بيحب يعني بكل الحب والذأدير واللي احترام مش عايزة ادخل على ايه الكوميديان الفلاني بيبوس مش هحب يعني يعني ولان هما اللي كانوا موجودين فبالتالي بيقدموا نوعية افلام ما فيهاش جرأة شوية او كلام في مشاعر او في حاجة بجد بين الرجل والست فرح طالع المصطلح ده لان ما كانش فيه غيره يعني طيب هنكمل في حرف الجر من لكن بعد الفصل لسا معاكو في برنامجنا حروف الجر على نجوم افقام مواطن اسمه يوسف الحسيني ضفنا العزيز الكاتب وسنرست الكبير الرائع تامر حبيب ولسا فيه حرف الجر من من دول بين قسين هنفتحهم خزلوني بحيس ان انا ملزق قوي لو قلتلك مش فاكر او مفيش يعني بجد بحيات رحمة امي مفاكر يعني يمكن ان انا مرزق يعني فيه وقت من الاوقات في لحظة معينة كده مثلا من نشلبي اللي هي صديقة عمري واختي وبنتي وضنايا وامي وكل حاجة خزلتني في وقت معين كده ورجعنا صالحنا ودلوقتي وترجعت واعتذلت عن اللي خزلتني فيه واص سمعنا حاجات متنترة فيه فيلم بيتكتب عن عمر دياب وبعد كده مفيش حاجة طلعت هو مش عن عمر دياب وبالكتب لا عمر دياب يعني هو اللي حصل كان مشروع المفروض اتفقنا عديه طارق العريان جي قال لي تعالي انا عايز اعمل فيلم العمر وانا نفسي اشتغل مع طارق من زمان جدا وبحب الراجل اسمه عمر دياب ده جدا 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 وعايز اعمل ميوزيكل يعني من الافلام المحببة الى قلبي ان انا اعمل افلام فيها جناب واستعرضات وكده فيلا بينا وبتدينا نشتغل وفص ما احنا بنشتغل على مشروع معين جت لنا فكرة لمشروع تاني فبتدينا غيرنا المشروع كلها افلام كانت اتحركنا بين ثلاث افلام لغاية ما استقررنا على الفيلم النهائي وبتديت فعلا نشتغل عليه في الفترة دي والدتي توفت فالله ارحمه فخدت لي وقت ايه قطع مياه ونور يعني بتاع ثلاث شهور مثلا يعني كنت في حتة مش كويسة ابدا وبتديت ارجع تاني الحياة لما رجعت كان كل حد عنده حاجة ارتباط معين راح يعمله كانت دينا عندها مسلسل رمضان وكان عمر بيعمل ألبومه الجديد وكان طارق بيحضر لفيلمه الجديد فالمشروع نام هيسحى ولي مش هيسحى ما اعرفش بس ما فيش حد فينا مش عايز يعمله يعني عمر لسه عايز يعمل فيلم دينا الشرفين لسه عايز تعمل فيلم طارق لاليان لسه عايز يعمل فيلم وانا كامل لسه عايز اعمل فيلم تعالي ننتقل لحرف الجر على على اي اساس تقيم ما بين مزدوجين كده تجربة محمد رمضان بس انا حضرت محمد رمضان يمكن في اول حاجة في الدنيا هو كان بيعملها كنا بنعمل مسلسل اسمه السندريلا عن قصة حياة سعاد حسن كان بطولة مونة زكي وكنت انا بلعب دور صراح جهين في المسلسل في الحياة يعني في الحياة الحقيقية صراح جهين هو اللي اكتشف احمد زكي ف كنت يوم بصور مشهد موت صراح جهين في مستشفى وخلصت انا ارداري التصويري خلاص وهما لسه عندهم ليل فقالولي تعالى علشان نوريلك الولد اللي عامل اللي جايبينه يعمل دور احمد زكي خلاص فاكر فيلم موعد على العشاء فاكر مشهد التلاجة اللي صفحات حسني بتتعرف فيه على الجثة بتاعت احمد زكي شكري شكري عاملة مشهب من اعظم ما يقل كده وهو جوا التلاجة فهم كانوا بيصوروا المشهد ده بيصوروا تصوير المشهد ده فانا داخل على المنطقة اللي فيها تلاجة المميتين في المستشفى ومقبوط طبعا شوية لانه ما كان مش عاطفي ابدا وببص على يميني كده لقيت بسم الله الرحمن الرحيم احمد زكي الله رحمه فعلا ايام ما دلت المشاهدين مثلا او حتى في فترة اللي قبلها هو وعريان لابس شورت بس كده لانه كنت داخل التلاجة وخايف ومرعوب لانه داخل التلاجة فانا لو اهلا عارف جزء من الساعة ايه ده بقى خير اللهم اجعله خير وابتدينا لانه كان عندي مشاهد كثيرة جدا معاه فابتدينا نعرف بعض ونتكلم وعرفت الرجل ده مشواره وشقي فيه قد ايه وتعب فيه قد ايه وكان عنده اوبساشن مرضي بأحمد زكي كنا انا فاكر كنا نقع ومسلا مستنيين لما ندخل نصور ممكن لمدة تلات ساعات هو بيقالت لك أحمد زكي في كل حاجة في الدنيا عملها في البيت بواف في زوجة المهمة في الحفلة اللي تعملت له الاخيرة بتقل لي هو كل لحظة ونتو طيبين في كل حاجة هو عنده يعني ملبوس احمد زكي وكان بروميسين جدا وعنده حاجة وبتاعة ومعرفش ايه وكده شفتوا بعد كده في الفيلم بتاع يوسي نصر الله مع مونة زكي بتاع استاذ وحيد احكي يا شهر زاد عمل دور حلو جدا 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 وبعدين حصلت مرحلة النجومية بقى النجم محمد رمضان انا بالنسبالي حصل اختلاف معين كده يعني يعني ايه الراجل اللي بقى في حتة النجمية دي هو مش نفس الراجل اللي انا عرفته في الحبة اللي استغلنا فيهم مع بعض حصل حاجة يعني ايه لأ حسيت ان في حاجز بيني وراجل ده ومش حيس اكسره مما ابن نصيف وظريفه في شدة الادب والاحترام اللي في الدنيا بس هو حصل حاجة انا الحقيقة بشوف دايما انه في حد عنده استعداد نفسي اللي النجمية بتهبل يعني النجمية فعلا بتهوس يعني ففي حد عنده استعداد نفسي انه يدخل المرحلة دي وطبيعي بيبقى في مرحلة انعدام وزن وبعدين يتضبط ويمشي زي الفل وفي حد ما عندهوش الاستعداد النفسي فانا احساسي ان محمد رمضان هو في مرحلة الاستيعاب بس 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 يعني مش زوقي لكن في الاخير عنده يعني من اكون انا وسط كل هؤلاء الملايين يعني طيب خليني انتقل لحرف الباق من ضمن حروف الجر باي صفة او باي شكل او باي تلك الاوصاف توصف حال السينما في مصر دلوقتي ليه كده دخلوا كمان جا بقى دخلوا كمان جا حزينة كده خلفية بعافية بعافية يعني يعني في حالة مش لطيفة كده ويعني طبيعي بس يعني هي اما مرت اما السينما المصرية مرت بحالات انعدام وزن كده وبترجع توقف تاني يعني فاحنا في حتة انعدام وزن كده باي تقييم تعتقد المستقبل بتاع ما بعد انعدام الوزن يعني تقول بعد كتير بعد شوية قليلة او مش باين لها على الاقل في خلال عشرة خمستاشر سنة اه لا بيتهيق لي انه يعني اتمنى انه يبقى واحد مثلا ايه قدامنا مثلا سنتين او جاف يعني يعني انا متفاعل جدا انه بقولك كده يعني اتمنى انه هما يبقوا سنة يلا نتفاعل اكتر يعني احنا في ايه مفترجة برضو فاتمنى ان هي تبقى سنة كده لغاية ما ترجع تاني تتوزن يعني طيب باي شكل من الاشكال تعتقد انه السينمائيين المصريين على اختلاف شغلتهم جوه الصناعة يصلوا بالفعل بالفيلم المصري لمرحلة عالمية حقيقية مش كلامه خلاص اه للأسف هي تجارب فردية ما تقدرش تجمع كل السينمائيين فيها لان الناس تكتار جدا وبتعمل ده وفيه ناس عملت يعني انا انا شخصيا شايف مثلا فيلم يوم الدين اللي اتعمل مؤخرا ده ده فيلم يعني فيلم عالمي محترم جدا مهم جدا انساني جدا فني جدا فده ده ده تجربة انا شايف انه لا انا اتفاشخر بيه في العالم يعني اتعارض في العالمية وبسعيد وفخور بيه فيه تجارب فردية شبه كده انا بحس ان افلام مروان حامد دايمن بيبقى عنده حاجة كده هو هو هي دريمز بيج يعني مروان من المخرجين اللي ممكن يبقى ما يعرفش يعمل فيلم انديبندنت هو بيحب يعمل فيلم عريض ومحصرم ففيه تجارب فردية لكن كل الناس لا مافيش منتا يا حزون بول فاصل ونكمل الكلام فيه حروف الجر استنونا مع تامر حبيب مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجومة في ام ونجومة في ام تي في هو حروف الجر اللي معايا عمليا خلصت لكن هكمل الداية اللي جاية انطلاقا من حديث كنا بنتبادله واحنا في الفاصل على دليدة فانا هقولك هي رسائل تليغرافات سميها زي ما تسميها تعال نبدأ الاول بدليدة اقول لها ارسالة انا من الاسا اللي مختلع انهم تبيتوا سمعينها معرفش يعني انا كمان انا كمان عندي الاعتقال ده يعني اا اقول لها يعني انت لما لما صوت لان صوتك انا كبرت عليه من ساحب ما كنت بركة بالعربية جنب اهلي او جنب امي تحديدا واسمعك بتغني بالفرنساوي فاروح حتة كده ولسه كنت بقولك ان انا شفت الست دي زمان وانا صغير في مصر كانت احلى من دلوقتي شوية كانت بتغني في نادي الجزيرة وانا اعمل زي زقرة كده وقاب بتفرج على هذا الكائن المرعب وبعدين لما عرفت الدراما في حياتها العظيمة هي كانت ستة عايشة حياة هي كانت شخصية قابية جدا جدا يعني وسخرية انه التلاتة اللي حبوها انتحروا وهي في الاخر ماتت منتحرة ايه يا ستة كل الدراما اللي في الدنيا وهقولك حاجة غريبة جدا ان افتقلتها الوقتي وانا بكلمك ان انا قررت او يعني في لحظة كده كنا بنزوج من السينما زمان بنزوج من السينما فوانا كان عندي هوس بيوسف شهين خلاص فكان كانت سينما الزمان كان بتغير يوم الاثنين مش الاربع فكان يوم اتنين وانا عارف النهاردة حفلة عشر الصبح في سينما كريم هيتعرض لأول مرة فيلم يوسف شهين الجديد اسمه اليوم السادس بطول الدليل ودخلت ودخلته في سينما كريم اتنين كان سينما صغير قد كان هو واخدها وقتا يوسف شهين كان سينما قد القوضة دي تقريبا كانت سينما ازغنونة يعني فعطبه تفرق كده وهي بتتكلم بالعربي بمكسر وانا شاري انا ممكن سمعلك الفيلم ده كلمة كلمة دلوقتي انا حفظه من كرة لما شفته بس انا شاري انا قدام دليدة ومصحور بهزي السيدة اللي كانت كبرت وكانت مش لابسة جلبية سودة طول الفيلم من غير ميكاب وبتاعها بس هي عندها تشارم كده بن لازينة يعني لغاية ما في لحظة معينة في مشهد اللي بتروح لمحسن موحدين اللي ستوح تقول له عايزة تسافر فبيرقص لها ويعمل لها الاستعرب تحت النطرة وبعدين يبقى جين كيلي كده وبالعصاب بتاعه في لحظة وهو بيتشعبت بالحبل كده ويصير حوالين المدخنة انا وانا بتفرج روحي تسحبت كده وفي اللحظة دي يا يوسف انا فاكت كويس قوي لقيت روحي بقولي نفسي انا عايزة اعمل في الناس كده اللي هو قرار ان انا عايزة ابقى في السينيما انا عايزة اعمل في الناس شباب اللي تتعامل فيها دلوقتي حالا كده عايزة روحك تتسحب عايزة تنطي سيجي عندي انا يعني عايزة تنطي جوا الشاشة دي فدي ممكن من اوائل المرات اللي انا فيها بقيت لا انا بحب انا انا مكاني هنا انا مكاني في الحتة دي في الشغلانة دي وأنت كنت لسه بتقول نفسك تعمل حاجة عن دليدة وأنا كمان عندي نفس الحلم أعمل فيلم دليدة أول حاجة في حياته أنا كمان عندي نفس الحلم نفسي أعمل قصة حياة دليدة فيلم ماشي مستقر 있는데요 أتعمل فيلم فلوساوي حلو قوي بينفع بستلي بكم في المشة حلي ومهم زي ما أنت كنت لسه بتقول محدش ينفع sì لابدأها يكون حاجة جديدة هي أحنا نتكلم为ُن حفظي بالضبط كده والله ممكن يتحمس جدا نعمل اجتماع عظيم ونقرر ان احنا نعمل فاند ريزنج عشان نعرف نعمل فيلم يليء بدليده انو حاجة زي كده هنكي 25 مليون دولار ولا حاجة اه لا لا ست عظيم لو نفضونا مش هنطلق 25 مليون دولار مش عادي فنعمل جاي طيب على ذكر محسن وحيد دين تحب توجه رسالة لمحسن وحيد دين اقول صابعا اقوله انت كنت بالنسبة لي بتشكل منتهى البهجة في مرحلة بدء عزقي للسنين انا كان في رأيي ده اللي عنده كل الادوات الممكنة انه يبقى الفنان العالمي محسن وحيدين ده حقيا خسارة الفترة ولغاية النهارده افلام محسن وحدي مع يوسف شهين دين لما بتيجي انا بيحصل لي كده برجع نفس العيل الصغير اللي عنده شغف فظيع باللي بيتفرج عليك عمل اربعة اظن كان اه ولا تلاتة كان اليوم السادس وعلى اسكندرية لي وعمل وداية بونابارت وعمل دور يعني مشهدين يعني قصدي دور صغير في حدوثها مصرية عمل نورشلي هو صغير هو صغير صح اه تعالى نوجه رسالة شريهان برضو دي تكلمني عن احلام انت خلاص توديني الحتة بتاعت الاحلام الحلوة شريهان كانت برضو بالنسبالي كده زي انا بيقولك بالانجليز كده ادريم which came through او يعني it's coming through ان شاء الله يعني قرأي بنا دي بالنسبالي برضو اه يعني انا كنت من الاطفال اللي بيعودوا قدام فوزير مش اطفال الحقيقة كنت مراهقية يعني كده ما اتفرج على فوزير شريهان دي وبحفظها من اول يوم وفاكر كويس قوي لما كان يبقى فيه الكوبليفك بتاعي هل كان الفتاة ايه فتاة ده اللي هو ما حدش حافزه وانا حتى اركز وفهمت قالت ايه وكان كلام مستساة حجاب وبعدين كنت بروح المسرح يعني ايه انا انا فاكر كويس قوي كنت خلاص بقى دخلت الجامعة كمان اه كنت في الجامعة فاكر كويس انه كنت اعرف دكتور عاطف عوض يعني وبتاعة ما اعرفش ايه فالمهم قابلته مرة قالي انا لازم احكي لحاجه بمويتك من الضحك قالي كنت رايح وكان هو مصمم الرقصات بالتاع مصرحية شارع محمد علي قالي مرة كنت رايح المصرح وقالي تعالى اتفرجك على الرجل اللي حافظ المصرحية ده بيجي هنا كل يوم فا وفي مشهد في الاوفرتيرا كده مشهد قهوة وبتاع فقالي فدخلت عملت ان انا من زبان القهوة عشان اتفرج على الرجل اللي حافظ المصرحية فببص لقيت امتن فانا فعلا كنت بروح شارع محمد علي دي ممكن مرتين في الاسبوع طول فصل عقدها لدرجة ان انا بقى فيه علاقة صداقة بيني وبين شريهان وبين هشان سليم وبين منتصر بالله وبين من خلال ان انا الزبون اللقات بيتفرج عليهم كل يوم جان عندي هوس بالستة دي هوس فا ولغاية ما جي اليوم اللي مرة كتبت مقالة عن برضو لحظة كده ان انا مدخلش الجامعة الامريكية بسبب شريهان لانه ليل التقديم الجامعة الامريكية رحت تفرجت على مصرحية شارع محمد علي والمصرحية خلصت الساعة اثنين وقلت اراوح نام وبعدين لقيت طاقة كده الطاقة دي طلقت شباك قوضة شريهان خلاص وكانت هي هي وستاذ محمود الجيم اللي يلحموا وجالهم استاذ فروقف الشاوي وفضلوا عديم في القوضة دي حوالي ثلاث ساعات بيرغوا بيتحكوا بيهزروا وبتاهم ما عرفش ايه وانا واقف بتصنط عليهم من الشباك ده فروحتها بيتنا على مرة واحدة بقت خمسة ونصة على النمسة بقت ستة الامتحان الساعة ثمانية روحت نايم طبعا دي الخروف فحتى كتبت مقالنا مروحش الجامعة الامريكية عشان خاطر عيوني المفاجأة بقى ان انا شريهان نزلتها على الفيسبوك ان شريهان ردت علي وقيت انا لو كنت تعرف ان واقف في الظلمة في الوقت ده واحد بحجم موهبتك وبيكتب زي كلامك كنت جيت خدتك من ايدك وبنتلك مسرح كبير سلام على اللطف مفيش احلى من كده ودي كانت بذرة ان احنا تقابلنا واتكلمنا واتناقشنا وابتدى ان شاء الله ان شاء الله في مشروع مصرحية رينا مع بعض ومثلت معها في المصرحية اللي عملها الهادي بجول اسعاد يونس اسعاد يونس يعني صاحبة السعادة ببساطة صاحبة السعادة وانا فخور ان بدايتي مرتبطة باسمك في الفيلم صهر الله لي لانه كان من انتاجها وانا اعرف الست دي من قبل صهر الليالي لان انا صديق شخصي لبنتها ومنو احنا صغيرين نرهان واياما كنا بنسعى للفيلم وبتاع فامي اللي رحمها حبيبتي بقى بحنان الام كده كنت تقولي ايه طب ما تروح بقى قولها مساء الخير يا اسا يعني يا صاحب نرهان وبتعال ترى بس يا ست انت يعاني ساكدا مفيش الكلام الفارغ ده فكنت مرسوط قوي قوي لما انا رحت لها يعني هي قرت السيناريو وعجبها الفيلم وقالت عايز اتعرف على الولاد اللي عملوا الفيلم ده متعرفنيش يعني هي عارفاني بقولك بشكل شخص يعني ولقيتني قدامها ان انا ده ان انا مستخدمش الوسطة في الموضوع خالص وان بتاع فا وانا كنت مبسوط قوي من البداية من خلاله الرسالة اخيرة للسينما بحبك حب محدش قبل نعرفه ولا صدفه يعني دي دي الحبيبة اللي اللي معايا اللي بتديني اكثر من مبادية بكتير قوي يعني لما انا اقرر ديها حاجة هي بترضها لي الطاق عشرة وممكن اخنها واروح لغيرها واهملها وارميها بس لما برجع لها بلاقيها فتحة حضنها طول الوقت تماما انا كنت مبسوط اوي 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 وانا اوي اوي بجد عشان عارف انك دايما بتقول كل الكلام اللي انت بتعنيه ما عندكش اي مواربات فببقى مبسوط جدا بس ما انت ليك علاقة بدا يعني عشان انت عارف انا بحبك ربنا اخليك يا رب الله انا بقى محظوظ صدقني انا محظوظ فشكرا انك انت نورتنا النهاردة وشكرا كما جرت العادة طبعا على الشغل اللي انت بتقدمه ويا رب احنا نشكر ربنا اللي بيساعدنا ان احنا ممكن نعود نفكر ولو حتى نحلم ان فيهم الايام نعمل فيلم بتاعة دالي ده يا رب يا رب على كل ان اشكرك على كل حاجة ونشكر كل الناس اللي شافتنا النهاردة ولو كلنا العمر هنتقابل ان شاء الله يوم الحد اللي جاي كان معاكم النهاردة تامر حبيب وكان معاك واحد بيحاول قدر الامكان يسأل شوية اسئلة اسمه يوسف الحسيني سلامات استلونا بكرة في حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجومف ام ونجومف ام تي في نجومف ام عليك